عقد بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت بالمكلة اللقاء التشاوري بين قيادة المكتب ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المعجال الإغاثي والإنساني وناقش اللقاء ضبط وتنسيق آلية التوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من نظمات المجتمع المدني وكذا بحث توحيد الجهود المشتركة للوصول إلى أكبر الشريحة من المستفيدين الأشد احتياجا ومنعا وتفاجي وجود الاختلالات والإزدواججية عند التوزيع وأكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد باضروسة أهمية العمل الإغاثي والإنساني التي تقوم بهم نظمات المجتمع المدني عبر المشاريع المختلفة التي تنفذها